أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني أن الجمع بين 24 مليار دولار من تدفقات رأس المال وانخفاضا قدره 11 مليار دولار في الالتزامات الأجنبية إلى جانب برنامج جديد وأكبر لصندوق النقد الدولي سوف يخفف الضغط الفوري على المركز الخارجي لمصر ولفتت فيتش إلى توقيع اتفاق الاستثمار المباشر بين مصر والإمارات لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة مؤكدة أن مصر ستعمل على تأمين برنامج جديد وأكبر لصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التوميل من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف